قال الرئيس الأوكراني فوليدمير زيلنسكي إن العديد من قادة دول الاتحاد الأوروبي على استعداد لإمداد بلاده بطائرات مقاتلة وكان زيلنسكي يتحدث خلال أول لقاء شخصي له مع جميع قادة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين إلا أنه لم يذكر من سيقدم تلك المقاتلات مضيفا أن الصفقات لا تزال قيد الإعداد جدير بالذكرى أن دول الاتحاد الأوروبي زودت كييف بكميات ضخمة من الأسلحة وأحد أحدث إمدادات الأسلحة هي الدبابات إلا أن تلك الدول لم تتعهد بإرسال طائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى مشيرة إلى مخاوف محتملة من تصعيد الصراع مع روسيا من جهته حذر الكريملين من إمداد كييف بالمقاتلات قائلا إن ذلك سيجعل الصراع أكثر إيلاما